بحضور معالي وزير الاتصالات جمال الجراح أقامت تاتش الشركة الرائدة في خدمات الهاتف النقال وشركة ريادة للابتكار الاجتماعي حفل الأعلان عن الفائزين في برنامج الابتكار الشبابي الصيفي وذلك في السراي الكبير حضر الحفل كل من ممثل دولة رئيس الحكومة سعد الحريري السيدة ياسمين الخوري رفيال وعائلات المشاركين فضلا عن ممثلي الإعلام والصحافة ولقد شكل البرنامج الذي استضفته تاتش في تاتش لاب فرصة للشباب لتطوير أفكارهم في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال بهدف التنمية الاجتماعية